بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بشرح درسنا الجديد بمسمى الوسط الحسابي إله أكتر من اسم درسنا الوسط الحسابي أو إله أسماء تاني مثل المعدل وفي ناس بسموه المتوسط الحسابي جميحة إلها نفس المعنى معدل متوسط حسابي وسط حسابي جميحهم بحكوا عن نفس الإشي شو هو الوسط الحسابي؟ إحنا دخلنا بوحدة جديدة اللي هي وحدة الإحصاء وإحنا عارفين الإحصاء هو علم بدرس مجموعة كبيرة من البيانات أنا لما أسأل سؤال ويكون السؤال له كتير إجابات أو أجمع مجموعة كبيرة من المعلومات معلوماتي رح تكون نوعين يا إما كمية يعني تكون عبارة عن أرقام أو رح تكون نوعية يعني رح تكون عبارة عن كلمات فأنا المهم إني أنا جمعت هاي المعلومات سواء كانت أرقام أو كانت بيانات أو كانت كلمات عن طريق إني أنا بروح بسأل يعني مثلاً والله أنا بدي أجمع معلومات عن أوزان أشخاص بروح على صف من الصفوف وبسأل الطلاب فيه كم أوزانكم قد ما بأخذ معلومات عن أوزانهم بكتبها وظل أكتب البيانات لطلعات ماي طبعاً كلمة وزن رح يعطوني جاوبهم بالرقام فهون هاي اسمها بيانات كمية طيب أنا وحدتي بتحكي عن عالم الإحصاء فرح تحكي عن دراسات تختص بهاي البيانات الإحصاء عالم بيدرس البيانات اللي بنحصل عليها من أسئلة إحصائية فأنا مثلاً نفترض عندي مجموعة بيانات بدي أطلع عليها معلومات ممكن تفيدني مستقبلاً فأحد الأشياء إن العلماء لاحظوا كتير بحتاجها وكتير بتفيدني أثناء دراستي لمجموعة بيانات كتيرة كان إشي يسموه العلماء بالوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي إيش هو الوسط الحسابي أو متوسط حسابي بفيني مثلاً لو إجيت قلت لكم أنا كمعلمة دخلت على صف خامس وأول مرة بدخل عليهم كانوا صف جديد بالنسبة إلي وبيدي أعمل لهم امتحان وأنا ما بعرف مين الشاطر منهم مين مو شاطر وما بعرف شم السواهم شو باجي بأعمل بسأل صف الخامس عن علاماتهم بالفترات السابقة بجمع أجوبتهم كلها إذا صف خامس فيه عشرين طالب رح يعطوني عشرين إجابة ومستحيل كل العلامات تكون نفس الإشي يعني صعب جداً كل العلامات تكون نفس الجواب فرح تكون العلامات بنوعة عندي أرقام كبيرة بالتسعينات عندي أرقام بالتمانينات عندي أرقام بالستينات طب افرضوا عندي أكمل رقم ستين رقمين مثلاً وخمس أرقام بالتمانين وباقي الأرقام بالتسعين طب لما أجي أكتب امتحاني بيرأيكم رح أعمله سهل ولا صعب ولا رح أعمله متوسط هاي الشغلة بتعتمد على العلامات الموجودة عندي أنا بتطلع عليها بهاي الحالة العلماء صار يحكوا أنا ما بقدر أقرر لأنه عندي علامات صغيرة وعلامات كبيرة كتير وعلامات جايب من نصف بيناتهم فما ما بقدر والله أحكي بدي أعمل كل امتحاني سهل ويقوموا لكل يجيبوا علامات عالي وأعمل امتحاني كتير صعب واللي جايبين علامات قليلة يرسبوا وأعمل امتحاني متوسط والطلاب كلهم يعني مستواهم ما يبين على حقيقة ما بقدر أقرر بهاي النوعية طب كيف بقرر حسب علامات الطلاب الأغلبية بطلع شو أقرب علامة على علامات الطلاب لو كانت أقرب علامة على كل العلامات علامة عالية كتير معناها أغلب العلامات عالية بعمل امتحاني كتير صعب لو كانت أقرب علامة على هاي العلامات أو مركز هاي العلامات تعبين ضغيفة علامة أليلة فبعمل الامتحان كتير سهل لو إجت علامتي متوسط بعمل الامتحاني متوسط شو اللي بخليني أقرر اللي هي مركز هاي العلامات هاي العلامات تتجمع حوالين أي علامة هيك بس ألحان ما بروح بحكي والله أنا عندي كل العلامات فبروح بعمل الامتحان عادي لا صح يمكن يكون عندي علامة أليلة بس يمكن علامة واحدة جاي بالستين والباقي كله جاي بالتسعين إذا عملت امتحان سهل عشان علامة الستين اللي جايبين تسعين بيجيبه مية ببطل عندي علامات قليلة وعلامات كتيرة فهيك أنا بضر الطلاب ما بقدر طب كانت علامة واحدة تسعين والباقي العلامات ستين أروح أعمل امتحان كتير صعب اللي جايب تسعين يضل تسعين واللي جايب ستين يرثب ما بيزبط فأنا ما بروح بحكي والله أبطلع على العلامات بشكل عام وبحكي خلص بعمل امتحان عساس انه طلعت عندي علامة عالية أو علامة واتي لا بطلع كل العلامات بدور على العلامة اللي بتيجي بالنصبين ثم أقرب علامة بقدر اعتبرها جايب للنص بين كل العلامات هاي بقدر أعمل على أساسها نتيجة إذا أنا بدي أعمل امتحان بقدر أعمل علامة أساسها الشو منسمي هاي الشغلة هاي القيمة اللي بتيجي بمنتصف هاي القيم أو مركز لهذه القيم أساس لهذه القيم منسميها وسط حسابي أو متوسط حسابي أو معدل إذن العلماء أول معلومة قرروا يدرسوها على البيانات لما تكون عندها كثير مجموعة بيانات أو أرقام متعددة حكوا من وجد إلها إشي منسميه وسط حسابي أشياء وسط الحسابي قيمة تيجي تقريبا يعني بمركز لجميع القيم تيجي كل القيم التانية حواليها تيجي هي مرأة بالنص فيها بين هاي القيم نشوف إيش كيف مننا نوجدها إجرى لما أحكوا مننا نسمي هاي القيمة X bar X فوقيها شحطة نقرأها X bar الشحطة تقرأ bar X bar منسميها وحكوا منعطيها قانون دائما ثابت أي مجموعة من البيانات عشان نوجد لها متوسط أو وسط حسابي دائما شو منعمل بهاي المجموعة نجمع جميع البيانات فمنحسب مجموع القيم اللي موجودة عندي أو البيانات مجمعها كلها وبعدين بقسمها إشارة الكسر هاي اختصار لعملية قسمة نقسمها على عدد هاي القيمة شو يعني هذا الحكي؟ شوفوا معي لو مثلا فتحنا على الكتاب على الدرس صفحة رقم 126 لو طلعنا على المثال الأول بعطيني مجموعة قيم فيه اشي منهم صغير واشي منهم كبير واشي منهم وسط أنا مو عارفة بإيش هي يعني لو بدي لو اعتبرت هاي مثلا عبارة عن علامات لإشي معين بأحط امتحان مش عارفة امتحاني شو بدي يكون مستوى الكتير عندي أكتر العلامات الكبيرة أكتر فأحط امتحاني صعب ولا العلامات القليلة أكتر فأحط امتحاني سهل ولا العلامات المتوسطة هي المنطقية فأحط امتحاني مستوى متوسط فباجي شو بعمل بهذه الحالة بحسب متوسط حسابي واجب السؤال جاهز شو آين لي جد متوسط حسابي وبيجي السؤال زي هيك بحكي لي جد وسط حسابي أو معدل أو متوسط حسابي كلهم نفس المعنى حكينا كيف بوجده؟ دائما أول خطوة نضع القانون هاي موجود قانون أي وسط حسابي X bar تساوي مجموع القيم على عددها كيف يعني مجموع القيم على عددها؟ إيش هي القيم عندي؟ القيم عندي هي 19, 5, 127, 37 شو يعني مجموع هاي القيم؟ يعني هاي الأرقام بدي أجمعها فباجي بحكي الخطوة الأولى بجمع الأرقام اللي موجودة عندي بالسؤال اللي هي 119 زائد 5 زائد 123 زائد 37 لما أنتهي من جمحها الخطوة الثانية بتحكي لي نقسمها على عددها فبحكي بقسمها بس أنت من جمحها بقسمها على عددها كم عددها؟ عددها مش 19, 5, 123, 37 لا عدد القيم هاي القيمة أولى هاي القيمة تانية هاي القيمة تالت هاي القيمة رابعة إذن عدد القيم أربع قيم فبقسمها على أربع ونحسب ناتج هاي العملية الحسابية ناتجها هو المتوسط الحسابي كيف منوجد الناتج نجمع سبعة وثلاثة عشرة عشرة وخمسة خمستاش وتسعة أربعة وعشرين أربعة باليد تنين تنين وثلاثة خمسة خمسة وثنين سبعة سبعة وخمسة لا ما بجمع سبعة وصفر سبعة واحد تمانية تمانية بضل عندنا هون واحد ما لنها شوف واحد بتنزل زي ما هي فالجواب بطلع عندنا مية وأربعة وتمانية هذا الجواب النهائي لا هذا جواب الجمع فقط طيب شو بعمل بس أخذ للجمع نقسم إجابة الجمع على العدد تبع الأرقام فمنحكي مية وأربعة وتمانية تقسيم أربعة كيف بقسم مية وتمانية وأربعين تقسيم أربعة فاجي بحكي طمانتاش تقسيم أربعة ما في عندي بجدول ضرب الأربعة طمانتاش عندي أصغر منها ستاش اللي بيعطيني إياها أربعة كم بيضل من الطمانتاش إذا قسمت ستاش منها بيضل عندي اتنين فبحطت اتنين صغيرة أربعة وعشرين تقسيم أربعة ستة فالجواب بيطلع عنا ستة وأربعين الجواب بيطلع عنا ستة وأربعين هاي هي طريقة حل جميع الأسئلة نشوف مثال آخر مثلاً لو شفنا السؤال الأول صفحة رقم مية وسبعة وعشرين لو إجا بيحكيني عندي ما أعطيني جدولين وبدأ يعني أوجد وسط الحسابة للجدولين أول جدول بيمثل أهداف مباريات فكرة القدم فكان ما أعطيني إنه عندي جاب فريق جاب مجموعة من الأهداف بده يعني أحسن المتوسط الحسابة أو الوسط الحسابة إليها كيف بحسبه X bar بساوي المجموع مجموع القيم على عددها المجموع على العدد شو المجموع عنا إياه شوفوا القيم الموجودة عندكم بالكتاب بالجدول راح تلاقوا الأرقام الموجودة هي نبدأ بأول رقم أربعة فابدي أجمع أربعة زائد ثلاثة زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد خمسة بجمع جميع الأرقام بقسمها على عددها كم قيمة عندي هاي الثلاثة وهاي الثلاثة عندي ست قيم فبقسمها عسل اجمعوا أربعة وثلاثة سبعة واحد تمانية واثنين عشرة وتمانية طمانتاش فبيطلع عنا طمانتاش تقسيم ستة واللي بتساوي عنا الثلاثة إذن المتوسط الحسابي أو الوسط الحسابي هون ثلاثة وهيك بوجد أنا الوسط الحسابي لأي أي سؤال معطنية أي مجموعة قيم أو بيانة بجمعها وبقسمها بعدين على عدد اشتركوا في القناة